موسيقى موجز للأخبار من الجزائر الدولية الإخبارية إنما كنتم مرحبا بكم ثمن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنعقاد المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس في سياق تفعيل أهم مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر في الفاتح نوفمبر الماضي الرئيس تبون وفي كلمته التي قرأها نيابة عنه وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة عبر عن إدانة الجزائر الشديدة ورفضها المطلق لمحاولات الاحتلال الصهيونية المتكررة فرض سياسة الأمر الواقع مجددا تمسك الجزائر التام بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة على خطوط الرابع جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الأحد محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كما التقى العديد من نظرائه العرب على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر دعم وحماية مدينة القدس المحتلة بيان للخارجية الجزائرية أفاد بأن العمامرة أجرى محادثات ثنائية مع أحمد أبو الغيط تركزت حول تنفيذ قرارات القمة العربية المنعقدة بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الماضي لا سيما المتعلقة بالقضية الفلسطينية المصدر ذاته ذكر أن العمامرة التقى بالعديد من نظرائه العرب منهم وزراء خارجية كل من تونس الكويت السودان اليمن لبنان ووزير دولة قطر إلى جانب شخصيات عربية ودولية مشاركة في أشغال المؤتمر استشهد شاب فلسطيني فجر الإثنين متأثرا بجروح بالغة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام مدينة نابلس وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة سبعة آخرين خلال عملية الاقتحام مدينة نابلس وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت إحدى البنايات السكنية في شارع سفيان قرب المجمع الغربي للمركبات وسط إطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارة في المكان وذكر مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل أن توقم الهلال تعاملت مع خمس إصابات بالرصاص الحي والمعدنية المغلف بالمطط ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 35 ألف قتيل مع استمرار البحث عن ضحايا آخرين وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية تجاوز عدد ضحايا زلزال تركيا 30 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريحة وفي عموم سوريا ارتفعت الحصيلة إلى أزيد من 4 ألاف قتيل وأكثر من 8 ألاف جريحة نفى نائب الرئيس التركي فواد أقطاي تعليق بلاده عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في المناطق المتضررة من زلزال الاثنين الماضية أقطاي وخلال ندوة صحفية عقدها الأحد أكد أن كل الجهود موجهة حاليا إلى إنقاض ناجين من تحت الأنقاض مستبعدا تعليق العمليات دون وجود أدلة قاطعة على عدم وجود ناجين ختم والموجز يمكنكم متابعة باقي أخبارنا على منصاتنا الإلكترونية المختلفة ظاهرة أسفل الشاشة شكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة